أقيمت بمدينة سار حاضرة إقليم شعر الأوسط فعالية بطولة التضامن لكرة القدم والسلة في نسختها الرابعة والتي جمعت منتخبات الدوائر الستة لبلدية سار حيث فاز في المباراة النهائية لكرة القدم منتخب الدائرة الخامسة تقرير محمد خميس مهدي إقليم شعر الأوسط كان في الماضي يضم خيرة الرياضيين في مختلف ضروب الرياضة الجماعية إلا أنه في الأوينة الأخيرة فغد لإقليم بريقه ولأجل عادة الأمجاد الرياضية قام النائب البرلماني نيبو ديبو لتنظيم بطولة التضامن في دورتها الرابعة البطولة كانت من شقين الأولى لكرة السلة والثانية لكرة القدم هذا وغى التنافس في البطولة منتخبات الدوائر الستة بعد منافسة محتدمة بين المنتخبات وكذا التنظيم الجيد للبطولة لعبت المباراة النهائية لكرة السلة قبل يوم واحد من المباراة النهائية لكرة القدم حيث تأخل للمباراة النهائية منتخبية الدائرة الخامسة ومنتخب الدائرة الثالثة وتمكن منتخب الدائرة الخامسة التتويج بكأس البطولة والحصول على مظروف مالي النائب البرلماني نيبو ديبو أوضح بأن تنظيم مثل هذه البطولات تشجع وتحفز الشباب لممارسة الرياضة وخاصة الرياضة الجماعية بحيث أنها تخلغ الإلفة بين الشباب وبسط قيم السلام وفي اللوقت نفسه ناشد رجال الأعمال الاتثمار في مجال الرياضة لدعم الشباب هذا وتخللت المناسبة توزيع معداد رياضية قدمت لمسؤولي ست روابط رياضية وهي رابطة كرة السلة وكرة القدم وكرة الطائرة